يعد موقف المملكة الأردنية الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الأردن المركزية لدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وتأكيده على الوساية الهاشمية عليها حيث سجل الأردن موقفا مميزا في دعب الشعم الفلسطيني من خلال خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ليترجم نبض الشارع الأردنية في الوقوف إلى جانب أبناء فلسطين وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا منطلقات ثلاثة في الدفاع عن القضية الفلسطينية يرتكز الموقف الأردني الرسمي عليها أورد هذه المنطلقات جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في خطاب العرش السامي خلال شهر أكتوبر الجاري وهي البوصلة فلسطين وحدودها الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والجذر العربي في التعامل معها والوصاية الهاشمية وضرورة وقف العدوان وقتل الأبرياء في فلسطين منطلقات أردنية تتوافق في رؤاها الخيرة مع المنطلقات البحرينية التي لطالما أكد عليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إن تطورات الأحداث في قزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية وتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتتواصل الجهود المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتؤكد على موقفهما الثابت تجاه مركزية القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق السلام للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة الحرب على قطاع غزة وذلك ضمن المواقف المشتركة التي تنسجم مع مبادئ القانون الدولي بخاصة مبدأ حق تقرير المصيرة ومبدأ أن يكون لكل شعب دولته على أرضه بتناغم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة ومبادرة السلام العربية ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر واتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني مع قادة الدول العربية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقف للضغط باتجاه وقف التصعيد وما خلفه من آلاف الشهداء والمصابين والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال والعزل واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس ودعوة جلالتهما للوقف الفوري للعدوان بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعودة إلى المسار السياسي لحل هذه القضية التاريخية المملكتان الشقيقتان تعدان القضية الفلسطينية قضيتهما المركزية الأولى وينظر إليها بوصفها أولوية رئيسية في السياسة الخارجية لما تمثله من قضية محورية وأساسية لأبن منطقات الشرق الأوسط ويمثل حلها افتاح السلام والاستقرار في العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر